اشتركوا في القناة ابطالنا من الرجال وسيدات من الشباب ومن الفتيات الابطال في رياضة او اخرى على مستوى المنافسات الفردية بيحاولنا احيانا نتائج على المستوى الدولي والعالمي لا تتحقق على الاطلاق في اللعبات الجماعية فريدة عثمان بتحرز ذهبية السباحة في دورة العاب البحر المتوسط في اسبانيا نجمة السباحة المصرية فريدة عثمان لعابة المنتخب الوطني نجحت في احراز الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة وتحطيم الرقم القياسي بزمن قدره 25 ثانية و 48 من 100 من الثانية لدورة العاب البحر المتوسط في اسبانيا ونجح خمسة من السباحين المصريين في الوصول الى نهائي منافسات السباحة في دورة العاب البحر المتوسط المقامة هناك في اسبانيا وتستمر حتى 3 من يوليو المقبل تأهل كل من فريدة عثمان نهائي سباق 50 متر فراشة ويوسف الأماش نهائي سباق 100 متر صدر علي خلاف الله نهائي 100 متر حرة يوسف عبدالله نهائي 100 متر ظهر بالإضافة الى عبدالرحمن سامح في سباق 50 متر فراشة وكانت فريدة عثمان قد احرزت فضية الميدالية الفضية في سباق 100 متر فراشة بينما مروان الأماش برونزية 200 متر حرة ووصل عدد الميداليات اللي حققتها البعثة المصرية حتى الآن 13 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهب و4 فضة و6 برونز كل التقدير لأبطالنا وان شاء الله تتواصل الأرقام أو الإنجازات اللي بتتحقق هناك واللي بنسعد بيها طبعا في أي رياضة كل من يمثل الرياضة المصرية والعربية والأفريقية بهذا الشكل المشرف بالتأكيد بيكون محل تقدير واحترام منا جميعا